بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم فتاوى في حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح السلام عليكم معالي الشيخ عبدالصالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ونذكركم بجوال البرنامج للتواصل عبر الرسالة النصية هو الويتساب فقط 0501785536 على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبدالله من الرياض يقول معالي الشيخ صالح بارك الله فيكم تفسير قول الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد في هذه الآية الكريمة ينهى الله عن قتل النفس المعصومة بغير حق لأن الدماء معصومة فلا يقتل أحد إلا بحق إما بردة عن دينه وإما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دمم لإم مسلم إلا بإحدى ثلاث الخيب الزاني وذلك بأنه يرجم بالحجارة حتى يموت وهذا إقامة الحد حد الزنى عليه والنفس بالنفس وهذا في القصاص فالقاتل يقتل إذا طالب ولي المقتول بالقصاص توافرت شروط القصاص فإنه يقتل القاتل حماية للدماء المعصومة من القتل بغير حق والثالث المفارق للجماعة تارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد تارك لدينه هو المرتد فالمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن المرتدين من يقتل بدون استتابه المفارق للجماعة هذا يراد به الباغي الباغي الذي يخرج على المسلمين وعلى ولي أمر المسلمين ويخل بالأمن فهذا يقتل دفعا لشره هنا أحسن الله عليكم وأثابكم الله أيضا هذا سائل آخر أبو عمر من الدمام يقول في قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا قل بيّنوا لنا معنى الآية أحسن الله إليكم فالمعنى الآية واضح وما كان أي ما يليق بمؤمن يؤمن بالله عز وجل وبرسوله ولا مؤمنة يعني امرأة مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لأن الأصل في العمر الوجوب فلا يجوز لأحد أن يترك طاعة الله عز وجل فيما أمر إلا لعذر شرعي أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا سعيد محمد من أبه يقول في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري أحسن الله إليكم بيّنوا لنا شيء من معاني هذا الحديث معنى هذا الحديث واضح أن الإنسان يزهد في الدنيا ولا يأخذ منها إلا ما يحتاج ولا ينشغل في الدنيا عن دينه لا ينشغل بطلب الدنيا عن قامة دينه والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ في ابن عمر أخذ في كتف ابن عمر وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل معلوم أن الغريب في غير بلده أنه لا يستوطن ولا يطمئن حتى يرجع إلى بلده وكذلك المؤمن لا ينشغل بالدنيا عن الآخرة لأن الآخرة هي بلد القرار وإن الآخرة لهي دار القرار ولا ينشغل بالدنيا عن عمل الآخرة الذي شرعه الله سبحانه وتعالى أو عابر سبيل وهو ابن السبيل وهو المسافر فالمسافر إذا مرد ببلد لا يقيم فيها ويطمئن فيها حتى يرجع إلى بلده فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر وهو أمر لجميع المسلمين بأن الإنسان لا يطمئن إلى الدنيا ولا ينشغل بها عن الدار الآخرة فالله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك فيأخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه في دينه ودنياه ولا ينشغل بها عن طاعة الله عز وجل وأن قامت الفرائض التي فرضها الله عليه بل يعمل لآخرته أكثر مما يعمل لدنياه نعم أحسن الله إليكم واله هناك ترابط بين قول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا نعم اعمل لدنياك كأنك تعيش أعمل لآخرتك كأنك تموت غدا نعم يعني استحضر الموت ولا تؤخر عمل الآخرة نعم لألا يفجأك الموت وقد تركت عمل الآخرة وعمل لدنياك لأنه لابد للإنسان مما يعيش به ويعيش به من يلزمه نفقته فيأخذ منها قدر ما يحتاج إليه لنفسه ولمن يعول ولا ينشغل بأكثر من ذلك نعم يطلب الرزق وطلب الرزق مشروع ولكن لا يشغله ذلك عن عمل الآخرة نعم أحسن الله إليكم أيضا هذا السائل الآخر يقول في قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا يسأل عن معنى هذه الآية معنى هذه الآية واضح أن الأصل في الأمر الوجوب إذا أمر الله أو أمر رسوله بأمر فإنه تجب طاعته والمبادر بامتثاله وليس له الخيرة بذلك لأنه عبد مأمور فينفذ أوامر الله جل وعلا التي أمره بها نعم أحسن الله إليكم هذا سائل آخر يقول أنا من طلاب الشريعة في الذي درس في المملكة وفي خارج المملكة الآن أنا داعية يقول يا شيخ صالح ما أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة وغيرها من أمور الدين وكيف نوجه الآخرين في ذلك وصول العقيدة وكثيرة وقد كتب فيها الشيخ الإسلام بن تيمية رسالة قيمة مختصرة شاملة وهي العقيدة الواسطية فعلى السائل والمستمع أن يرجعوا إلى هذه العقيدة فإنها عقيدة على منهج أهل السنة والجماعة وشاملة لكل أبواب العقيدة نعم أحسن الله إليكم هذا سائل آخر يقول ما الفرق بين الخلع وفسخ النكاح الخلع أن تفتدي المرأة نفسها بالمال من زوجها لأجل أن يطلقها هذا هو الخلع و فسخ النكاح فسخ النكاح هذا يكون عند القاضي إذا احتاجت المرأة إلى مفارقة الزوج وأبى الزوج أن يفارقها وهي عليها ضرر من دقائها معه فإن القاضي يزيل عنها الضرر بفسخها من عصمة زوجها نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ هذا سائل آخر من اليمن يقول كيف نجمع بين أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة الحديث نعم الإيمان ذو شعب كثيرة تزيد على سبعين شعبة بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة على اختلاف الروايات يعني خصلة هذه تسمى خصال الإيمان وهي استكمال الإيمان أما أركان الإيمان الستة فلابد منها أما هذه تسمى شعب الإيمان يأخذ منها الإنسان ما يستطيع ليستكمل دينه بفرائضه وسننه نعم أحسن الله إليكم وأثابكم والسائل آخر يقول له هل الدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه هو الدعاء من ما كتب الدعاء من ما كتب فهو داخل في القدر داخل في ما كتب الله على الإنسان أو له نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا يسأل حفظكم الله يقول بعض الناس إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد فما حكم هذا العمل إذا كان حضور الإمام مرتقد وقريب فينتظرونه ولا ينشغلوا بالنافلة ثم إذا جاء الإمام لا يدخلون معه في الصلاة في أولها فهم ينتظرون أما إذا كان الإمام يتأخر ويعرف أنه لم يحن مجيئه فإن الإنسان يمخير إما أن يقف إلى أن يأتي الإمام وإما أن يصلي ركعتين ويجلس في المسجد نعم أثابكم الله يسأل محمد عن حديث لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحلل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث نعم الحديث واضح أنه يجب التواصل بين المؤمنين إنما المؤمنون إخوة يجب التواصل بين المؤمنين بالمودة وبفعل المعروف وبالأمر بالمعروف النهي عن المنكر تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر فهكذا يجب المؤمن لأنه قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان شدوا بعضه بعضا وشبك بين أنصابعه صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم نعم أحسن الله إليكم في قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وقر ومن أزواجنا وأبنائنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يسأل قل بما هو فضل الدعاء للأولاد والذرية نعم الدعاء للأولاد والذرية مستحب ومتأكد أن يصلحهم الله أن يرزقهم الله أن يهديهم الله أن يوفقهم الله تأكد أن يدعو لوالديه ولأولاده ولنفسه ولعموم المسلمين نعم يقول هل يجوز الاعتداء بالدعاء على من ظلمني نعم بقدر المظلمة بقدر المظلمة يدعو على من ظلمه بقدر المظلمة وكونه يعفو عنه ولا يدعو عليه أحسن نعم نعم طاها من السودان سؤالان يقول سؤاله الأول هل يجوز صيام القضاء يوم السبت ما يفرد يوم السبت إنما يكون يوم السبت تابعا لغيره نعم والجمعة الشيخ وكذلك الجمعة لا يفردها سومها مع غيرها قبلها أو بعدها نعم سؤاله الأخر يقول ما حكم المرأة التي تغضب وتعصي زوجها عاصية حكمها أنها عاصية ومقصرة في حقوق زوجها نعم أحسن الله إليكم هذا بندر علي من القريات يقول نسمع من بعض الناس بعد إقامة الصلاة قولهم أقامها الله وأدامها فما حكم ذلك لا أصل لذلك هذا لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو شيء مشى عليه بعض العوام نعم أحسن الله إليكم سؤاله الأخر يقول من ترك الصلاة عمدا ثم تاب هل يقضي ما ترك نعم إذا كانت الصلوات التي تركها قليلة وبإمكانه أن يقضيها فإنه يجب عليه قضاءها أما إذا كانت كثيرة ومدة طويلة فإنه يحسن إقامة الصلاة في المستقبل وما مضى يعفو الله عنه ويستغفر الله منه هذه السائلة تقول أرغب في صيام التطوع ولكن الزوج يرفض ويسبب لي مشاكل وحاولت التفاهم معه بأن أصوم كل شهر ثلاثة أيام فقط لكن يرفض ما الحل لا يحل الأمرأة أن تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر إلا برضاه فإذا كان ما يرضى أنها تصوم نجري أن تتفرغ لخدمة زوجها ولطلباته فإنها لا تصوم صوم التطوع نعم هذا أبو نواف يقول ما تفسير قول الله عز وجل في سورة غافر إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون نعم هذا في شأن الكفار أنهم يوم القيامة ينادون لمقت الله والمقت هو أشد الغضب حينما يلومون أنفسهم إذا لقوا الجزاء ولقوا العقاب يلومون أنفسهم ويتأسفون على ما حصل منهم لكن فات الأوان فهم يذمون أنفسهم في الدار الآخرة وينادون لمقت الله يعني غضب الله أكبر من غضبكم على أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان يعني في الدنيا فتكفرون نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة وهل يجوز لمن كان خارج البلد الجمع لا تجمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها وإنما الجمع بين الظهر والحصر نعم يسأل يقول ما هي رخص السفر رخص السفر كثيرة منها الإفطار في شهر رمضان ومنها قصر الصلاة في السفر نعم أحسن الله إليكم هذا سائل آخر يقول ما حكم طواف الوداع للمعتمر طواف الوداع العمراء الصحيح أنها ليس لها وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بطواف الوداع وإنما أمر الحجاج فلا ينفر أحد إلا أن يكون آخر عهده بالبيت يعني الحجاج نعم شخص لم يخرج زكاته أربع سنوات ماذا يلزمه؟ يلزمه وإخراجه لأنها باقي في ذمته فهي دين باقي في ذمته يجب عليه إخراجه نعم هذا عبد الكريم من سوريا يقول مع كثرة الفتن والمصائب والقتل والحروب والغفلة والذنوب أدعو الله اللهم أجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شهر وأدعو بالموت وأترقب الموت هل يجوز لي هذا؟ لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت فكيف يدعو؟ لا يجوز له أن يتمنى الموت لضر نزل به كما في الحديث وإنما يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ولكن ورد عن بعض العلماء المحققين أنه يقول إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة في دينه جاز له أن يدعو على نفسه بالموت متمسكا بدينه نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله هذا من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول هل يجوز للوالد الله يرحمه بأن يجعل الورث كله وقف لا لم يرخص الله له إلا بالثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير فالأفضل أن ينقص من الثلث نوصي بالخمس بالسلث إنك أنتذر يقول صلى الله عليه وسلم إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فأنت مأجور على ما يرثه أقاربك منك نعم أحسن الله ليكم هذا سائل آخر يقول نرى كثيرا من الناس يحرصون على إخراج زكاة أموالهم وصدقاتهم في شهر رمضان فقط فهل الصدقات والزكوات مختصة برمضان لا يجب إخراجها على الفور في أي وقت ولكن الناس يؤخرونها لشهر رمضان اغتناما لشرف الزمان شرف الزمان لأن رمضان تضاعف فيه الأعمال أكثر من غيره فهم يريدون هذا ولكن الزكاة لا يجوز حبسها عن وقت إخراجها إلى رمضان نعم أحسن الله عليكم هذا يسأل عن يقول ما العلة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام نعم العلة أن هذا تشبه أن هذا تشبه باليهود الذين يخصون يوم السبت بصيام نعم يقول بارك الله فيكم من فعل شيئا من محضورات الإحرام وهو معتمرا ناسيا أو جاهلا فما الحكم تختلف محضورات الإحرام لا بد يبين ما المحضور الذي فعله نعم يقول ما الحكمة من تحويل الرداء أثناء الدعاء بعد صلاة الاستسقاء هل يكون عند القيام للدعاء أم يكون بعده وما الحكمة من ذلك إذا فرغ من الدعاء بعد خطبة الإمام إذا فرغ من الدعاء فإنه يحول رداءه ويدعو الله أو يدعو أولا ثم يحول رداءه تفاؤلا بتغير بتغير الأحوال ونزول المطر نعم أحسن الله إليكم هادم عمر تقول المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أم تترك الصلاة إذا بلغ إذا بلغ الجنين تسعين يوم الحمل فإنه تكون المرأة إذا أسقطته تكون نفسا نعم لأنه قد نفخت فيه الروح نعم أيضا هذه إحدى الأخوات تقول ما حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب كله سوى مثل بول الكبير إلا أنه أخف نجاسة مخففة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام نعم أثابكم الله هذا يقول حفظكم الله إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فهل يكبر تكبيرتين يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم ينخفض ويكبر للركوع نعم يقول من دخل المسجد والإمام قد فاتته والمأموم فاتته الركعة الرابعة وهل له أن يصلي صلاة النافلة أم يدخل مع الإمام لا يدخل مع الإمام مدام لم يسلم الإمام فإنه يدخل معه نعم حسن الله لكم نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول ما حق اليتيم علينا حق اليتيم الإحسان إليه وحفظ ماله وما ورثه ما ورثه من أبيه يخفض له ويقام له وكيل يتولى شؤونه حتى يبلغ نعم جزاك الله خير وبرك الله فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاة وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته ويمتعه بالصحة والعافية وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا ونسأله عز وجل أن يوفق بلادنا لكل خير وأن يرفع عن الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه سميع مجيب الدعاء نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته